وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن جلسة اليوم من اجتماع اللجنة العليا المشتركة قد تطرقت للعديد من موضوعات التعاون أكد مدبولي أن الموضوعات التي تمت مناقشتها تعلقت بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبتفعيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق الجلسة اليوم في اجتماع اللجنة العليا المشتركة تطرق للعديد من موضوعات التعاون والتي تم التوافق عليها في الاجتماعات التحضيرية الوزرية وما سابقها من اجتماعات على مستوى الخبراء كلها بتتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل مشاركة شركات المصرية في إعادة الإعمار وعملية تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي والإسكان والسياحة والشباب والرياضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكلها كانت موضوعات حزينة جميعا برؤيتها وشاهدة توقيع على مذاكرات التفاهم الخاصة بها